موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة في ظل الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة إلى كندا اسعدنا أن نستضيف معكم سعادة الدكتور خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى كندا بداية سعادة السفير نرحب فيك في هذه المقابلة شكرا جزيلا وأنا أرحب بكم في كندا وأشكر تلفزيون قطر وجميع العاملين فيه والمسؤولين الكرام سعادتك خلال هذا العام تدخل العلاقات القطرية الكندية خمسين عام من التعاون من الشراكة من علاقات ممتدة بداية في أي سياق تأتي فيه زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة إلى كندا وما هي أهم الموضوعات المطروحة للنقاش في هذه الزيارة؟ تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وأيضا تنسيق جهود مشتركة الخاصة بالتنمية والتعاون وبحث الحلول والتشاور في أزمات المنطقة خاصة وأنها تتزامن مع ذكرى الخمسين للعلاقات بين البلدين ولكنها تكتسب أهمية خاصة تكتسب أهمية خاصة لأنها أول زيارة لأمير دولة قطر إلى كندا وأول زيارة لزعيم خليجي يترأس دول مجلس تعاون حاليا من الخليج وأيضا هي ثاني زعيم عربي زيارة ثاني زعيم عربي إلى كندا فهذه تكتسب أهمية خاصة ليس فقط لدى المسؤولين والحكومة الكندية ولكن أيضا للكنديين الذين لهم جذور وأصول عربية وإسلامية ويتطلعون إلى الموقف القطري الداعم لقضاياهم والداعم إلى قضايا الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والداعي إلى حل الأزمات بالحوار الذي دائما يبرز مواقف دولة قطر ومواقف سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدة التي لها كل شكر وتقدير في داخل كندا نعم دعنا نتحدث عن طبيعة وتاريخ العلاقات القطرية الكندية بدأت العلاقات القطرية الكندية منذ ما يقارب من حوالي 50 سنة ونحن مسرورون أن تأتي هذه الزيارة تتويج لهذه العلاقة والإنجازات التي تحققت من خلال هذه العلاقة وإذا أردنا أن نلقي الضوء على أوجه هذه العلاقة فعلى الصعيد السياسي هناك شكر دائم من الجانب الكندي لدولة قطر ولسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدة حفظه الله على المساعدة القطرية في إخلاء المواطنين الكنديين في أزمة أفغانستان وأيضا إخلاء المواطنين الكنديين في أزمة كوفيد وهناك تواصل مستمر ومباشر على الأحداث في المنطقة والعالم بين سيدي صاحب السمو وبين رئيس الوزراء الكندي كما أن القنوات مستمرة بين معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزيرة الخارجية الكندية وهناك زيارات العديدة التي تمت من قبل المسؤولين من البلدين جاءت الحاكم العام إلى قطر سنة 2022 وهناك أيضا زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع إلى كندا في نفس السنة وكانت زيارة مثمرة وناجحة وهناك زيارات عدة جاءوا زيارات مسؤولين كنديين إلى قطر وزراء خلال كاس العالم وبعده حصل أيضا زيارات أخرى وآخرها زيارة رئيس سلاح الجو الأمير القطري وأستذكر أن آخر لقاء هو كان اللقاء التشاوري بين البلدين بين سعادة الأمير العام لوزارته الخارجية ووكيل وزارة الخارجية الكندي نعم سعادتك ماذا بخصوص التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين أما على سعيد التجاري والاستثماري فقد تضاعف التبادل التجاري إلى مرتين خلال سنوات الثلاث الماضية أي بإجمال حوالي مليار دولار كندي وهناك استثمارات مباشرة من الجانبين بين قطعات مختلفة وهناك أيضا الصناديق الاستثمارية التي يوجد بها قيمته أكثر من 2 مليار دولار كندي كما أن هناك مشروعات مشتركة بين قطر للطاقة وبين إكسون موبل في الواجهة البحرية لمقاطعة نيوفاوند لاندن لابرادور هناك أيضا حوالي 900 إلى 1000 شركة تعمل بين الجانبين ومن الهمية أننا نحن الآن نناقش الاتفاقية التي اسمها فيبة وهي حماية الاستثمار بين البلدين كان هناك حوالي خمس جولات ونتمنى إن شاء الله أن نصل إلى نهاية قريبة في هذه الاتفاقية أيضا إضافة أن لدينا وفود قطرية تشارك في المنتديات الاستثمارية ومنتديات الأعمال والمال فالحمد لله يعني الصعيد الاستثماري والتجاري وزاوية رجال الأعمال نتطلع إلى إن شاء الله يكون فيها مشاركة أكبر ننظر إلى قطاعات أخرى غير قطاعات التي تعودنا أن نطرقها فهناك في مجالات مثلا الأغري تيك وهو تكنولوجيا الزراعة وكندا معروفة في هذا المجال هناك مجال التعدين وهي دولة رائدة جدا في مجال التعدين وهناك أيضا الشراكات مع المقاطعات الاقتصادية وهما يرحبون بدولة قطر ترحيب حار ولمسنا هذا من خلال لقائه مع رأساء وزراء هذه المقاطعات نعم ماذا بخصوص التعاون الأمني والدفاعي؟ مجال الأمني والدفاعي مجال مهم لتعزيز الشراكات مع الجانب الكندي بالنسبة للجانب الأمني كان هناك تعاون مشترك بإرسال وفود أمنية أخذت دورات في كندا والجانب الكندي نسق مع الجانب الغطري في إقامة بطولة كاس العالم والحمد لله الحدث كان ناجح وكان هناك مكتب قنصلي وأمني موجود وزار قطر يمكن حوالي من 20 إلى 25 ألف كندي والحمد لله كانت لدى قطر سمع طيب بلد الكنديين في هذا المجال ونتطلع إن شاء الله أن يكون هناك تعاون مستقبلي في هذا المجال أما بالنسبة للدفاعي فهناك تعاون وثيق بين البلدين في المجالات الدفاعية ووقعنا في بدايات 2000 تفقيات سوفا أغريمنت تنظم وجود القوات الدفاع الكندي في القاعدة في قاعدة العديد وفي السينتكوم وهذا التعاون الحمد لله أخيرا وقع معهم الـ Defense Corporation Agreement التي هي تفقيات ترتيب التعاون الدفاعي وهذا فتح أبواب جديدة للعلاقات العسكرية وكان أول زيارة لنائب وزير نائب رئيس الوزراء وزير الدولة شون دفاع القطري الأخ خالد بن محمد سعد الأخ خالد محمد العطية وكانت زيارة مثمرة والتقى مع وزير الدفاع وعم مسؤولين في الدفاع وناقشوا أفق العلاقات والتعاون بين البلدين في المجال العسكري وكما قلت سابقا أتى مؤخرا قائد سلاح الجو الأميري القطري وهناك مباحثات أيضا مع شركات عدة كندية في المجال الدفاعي منها CAE التي تم توقع مذكرة تفاهم معها لإنشاء مركز تدريب الطيران الحربي الجوي في الدوحة ماذا عن القطاع الصحي والقطاع التعليمي بين البلدين؟ هو من أهم ركائز تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومن هنا أقدم الشكر والعرفان لسيدي صاحب السمو الأمير الوالد ولصاحبة السمو الشيخة موزة والشيخة هند بنت حمد الثاني على الجهود التي بذلوها والتي قاموا بها ويقوموا بها لتعزيز هذه الشراكة في المجال التعليمي والصحي وبداية كان هناك لدينا كلية شمال أطلنطي منذ ما يقارب من حوالي 20 سنة أو زيادة وهناك كلية كالقاري للتمريض وهناك شركات تعليمية مع مجمل الجامعات الكندية والتي تعتبر من أرقى الجامعات في العالم وهناك أيضا ركن وزاوية هامة وهي تدريب الأطباء القطريين اللي موجودين لنيل الزمالة الكندية ويوجد لدينا الحمد لله عدد كبير من هؤلاء الدكاترة يقومون بالعمل في المستشفيات الكندية وسمعتهم الحمد لله جيدة للغاية ونتطلع بإذن الله من خلال التوقية معينة قادمة أن نزيد هذا التدريب في كندا ومن هنا أدعو الطلاب القطريين للحضور إلى كندا وأدعو الدكاترة القطريين للحضور إلى كندا وأعتقد أنهم بإذن الله سيرجعوا وهم فارحين ومسرورين سعادتك شكرا لك على هذه المعلومات الثرية لو نعود إلى زيارة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة هل هناك أي اتفاقيات من المتوقع التوقيع عليها خلال هذه الزيارة؟ بالنسبة للاتفاقيات فإن شاء الله سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي سندكرها لاحقا ولكن هي من أهمها التعاون في المجال الإنساني والتموي والنمائي سعادة السفير هل هناك تنسيق بين دولة قطر وكندا فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية لسيما قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وما تشهده المنطقة من توتر؟ نعم هناك تشاور مستمر كما قلت سابقا وبين القيادات ومسؤولي البلدين هناك جهود مشتركة على أكثر من صعيد في أزمات المنطقة والعالم ومثال على ذلك العدوان على غزة وهناك إشادة كندية بالدولة القطرية الهام إن كان في ملف غزة أو إن كان في ملفات أخرى وكندا كانت من أوائل الدول الداعمة للوساطة القطرية في غزة أيضا كان هناك شادة من الجانب الكندي في دور دولة قطر الإنساني في أوكرانيا ورجوع الأطفال إلى دويهم من روسيا إلى أوكرانيا وإذا عرضت على الزاوية الكندية فكان هناك بشكل خاص أنه سيدي صاحب السمو أمير بودفد أشارك في المائدة المستديرة التي أقامها رئيس الوزراء الكندي سنة 2018 في نيويورك وأعلن سموه تعهد دولة قطر بتوفير تعليم لمليون فتاة وكان هذا ضمن مبادرات مؤسسة التعليم للجميع Education Above All ومؤسسة قطر والمؤسسة التعليم فوق الجميع بيضت وجهنا وبدلا من مليون فتاة علموا 1.7 مليون يعني مليون و700 ألف فتاة في هذا في إطار السنتين الذي تعهد سيدي سمو أمير بودفد بالمساعدة فيه وهذه كانت عمل رائد مع المنظمات الخيرية الكندية على اختلاف مشاربها في كندا وهذا في النهاية يعكس النجاح القطري وهو شاهد على أن قطر هي force of good هي قوة خير في المنطقة نعم سعادة سفير خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى كندا شكرا لك على هذه المقابلة شكرا لكم وشرفتونا في أتوى عاصمة كندا إذن مشاهدين الكرام كنا معكم في هذه المقابلة الخاصة شكرا لكم على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة